الحاجة التانية وانا مش في سياق الدفاع عن لعب النادي الاهلي احنا هنا دايماً حائد صد ضد اي شخص بيتناول اي لاعب في النادي بيتناول حديث عن اي لاعب في النادي الاهلي بالسلب وللأسف كلام كتير دايماً بيتقال على لعب النادي الاهلي بالسلب واحنا عندنا لعيبة الحمد لله يعني محترمة لعيبة بتشوفوا اداءهم وبتشوفوا سلوكياتهم في الملاعب ولكن انا حزين من فكرة اللي احنا دايماً كل شوية ندافع عن لعبتنا نتيجة ان في ناس في ناس بتظهر في الاعلام وللأسف بتقدم برامج وهي مش مؤهلة لده ناس مش مؤهلة لده عشان يطلع واحد مبارح يتناول محمد عبد المنعم بطريقة فيها إساءة وفيها عدم احترام وفيها عدم تأدير لمكانة النادي الاهلي اللي بيلعب فيه محمد عبد المنعم ويتكلم على ان محمد عبد المنعم يحتاج إلى العرض على طبيب نفسي الأمر ده جماعة غير مقبول وللأسف اللي بيتكلم ده للأسف والله العظيم بأمانة ما ييجي ربع في أخلاق محمد عبد المنعم يعني اللي يتعامل مع محمد عبد المنعم ويعرف طبيعة ونشقة وحياة محمد عبد المنعم استحال يطلع يقول الكلام ده محمد عبد المنعم لو انت عايز تطلع تتكلم وتنتقد محمد عبد المنعم سواء في الفنيات سواء في أي حاجة تانية ده حقك سبق قبل كده حتى للكابتن وياة الجمعة انتقد منعم في أمور ليه علاقة بالكورة يعني ممكن تكون انت نجم الفريق أو شايف اللي انت متقلق بليك أهداف كبيرة ويكون فيه سن التعالي شواء في الكورة ده مقبول ممكن نتكلم فيه في الكورة لكن تروح للجوانب النفسية والجوانب الشخصية ده أمر غير مقبول ده أمر غير مقبول اللي بيتكلم في التفاصيل اللي زي دي لازم قبل ما يطلع يتكلم يسأل وانت المفروض لعيه بكورة فتسأل لكن تتعرض لإسم محمد عبد المنعم بالشكل اللي تقال إنبارح ده ده أمر غير مقبول وإحنا هنا بالتأكيد بنرفضه رفض قاطع ومش عنسمح لحد يتناول اسم أي لاعب في النادي الآلي بهذا الشكل رغم ان على الجانب الآخر وفي المقابل بنشوف تصرفات صوت وصورة أسوأ من كده بكتير انك تسمع تعليق زي اللي تقال على محمد عبد المنعم أبدا أبدا هنا في برنامج التريند بنتابع دايما كل كلمة وكل حاجة بتتقال في السوشيال ميديا ومش هنسمح بأي تجاوز ضد لا النادي الآلي ولا لاعب في النادي الآلي ولا مسؤول في النادي الآلي ولا الجهاز الفني في النادي الآلي أي من كان مين اللي بيتكلم وللأسف يعني حتى لو اللي بيتكلم ليه صوابك تاريخية إيجابية ممكن نتناقش معاها ممكن نبقى فيه لوم لكن هنوجه لمين ونقول لمين يعني هنوجه لمين ونقول لمين للأسف اللي بيتكلم أساسا ما يجيش ربع في أخلاق محمد عبد المنعم لا تعليق